أستاذ سرمد اليوم هناك تصريح مثير للبنتاجون يقول احنا توقفنا عن استهداف قيادي كبير بالفصائل بعد الهدنة هذه الرسالة الى الفصائل ان احرصوا على ادامة هذه الهدنة ولا تخترقوها بضرب المواقع الامريكية ام هو تصريح يعني لمجرد التصريح لا هو هذا التصريح بصحيفة نيوي افتاين لا هو استاذ نجم يعني يجب اخذ اخذ الحذر من امريكا في هذا الموضوع احنا قبلها كنا نتناقش بكثير من الامور يعني اصاباتهم الدقيقة تثير عدة تساؤلات يعني مثل هاي الاصابات اللي يضربوا بيها ابو باقر الساعدي وابو تقوى هاي الدقة بالاصابة يجب ان يعني نعرف كيف هذه الدقة هل هم موسطى لان انا اذكر بالواحد التسعين بحرب الكويت يعني كفرونه بهذه الموضوع يعني بخاصة احنا مثلا كصنف درع او مشات قادي يعني بس نرمينا رشقة على طيارة ترجع تضرب الهدف نفسه فيذلك تتوقع من الواحد تسعين ها استصار تلاتين تاته وتلاتين سنة وين وصل تطورهم بالواحد تسعين زرعون الغام على جانب الطريق هذه ما احد يعرفها قافزة بعصة تمان السيارة الفوت من يما سيارة بيها صوت المحرك يقفز ويضرب المحرك يعني يضرب السيارة فيذلك نعم هو التهديد نوع من التهديد مبطل احنا كنا مستمرين في هذا الموضوع لكن الهدنة وهي اللي أوقفتنا يعني هم خطرين والفصائل هم خطرين فصائل هم تستهدف يعني شون ضربوا البرجة 22 همين بالخمسين جريح والتث قتلى موجودين عند الامريكان الطرفين خطرين لكن ارى بانه خطورة جميع كان يا اخي هي سيادتهم الجوية على جوال عراقية انت ما تقدر تتحرك اذا اكو سيادة جوية يعني احنا دخلنا حروب هواية الطائرات من موجودة ومسيطرة علينا من الاعلى يعني تمشي وانت مرعوب عينك بالسمة عينك بالسمة ها رح يجيك الصاروخ منا وراح يجيك الصاروخ منا وهذه مشكلة حقيقية انت عندك الامي كيو ناين يومية هاي تدخل من قاعدة علي سالمي تاخذ العراق من الجنوب وتطلع هاي شي وبعدين تفتر على الغربية وترجع على ديالة هاي بالاضافة الى اللي موجودات هسه بسه ما يمكن فوقانها استطلاع هاي استطلاع سرمت زين اي استطلاع يومي استطلاع استطلاع هده استطلاع يومي على زواد استطلاع لصالح العراق هاي تارثة استطلاع لصالح القوات الامنية هم لا لا هم اي هم يعتبرون نفسهم هم هم شركاء في محاربة داعش هي داعش وين هاي سم ما تقول لي ومشكلة زين ودات العوباتر اخير مشكلة اكو شلون اتعوض هذا اي والله هاي هذي هاي شوف استاد نجم هاي اسئلتك تريجي سويني عصبي مرتلخ واني ما قد اصير ما قد اتنرفز ويعلى صوتي يعني شلون تطلع يعني الرجل اشي القائد العام بس اسمحي القائد العام بالمفاوضات الاولى والثانية اش قل لهم قلهم تعزيز جدولة انسحاب التحالف الدولي مع تعزيز القدرات التسليحية العراقية اي عرفتشتون يعني الموضوع يصير متوازي انت تعرف الامريكان لديهم نفس طويل في الانسحاب على كيف هم يقول لك انا امن جنودي واني شلون اسحاب معداتي واني كذا واني كذا يا كلها سنة سنتين يعني انت وين 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 البرلمان اللي خصص اموال قالهم اطلعوا جيبونا مسيارات وجيبونا هسه الادارات عدنا والمخفضة التردد جاية بالطريق طولها سنة سنتين لكن البقية عدنا يعني الجي اربعمية وثلاثة وغيرها طونة يعني وخوش ماذا تكشف لكن هذه بس فقرة واحدة بس الكشف بعد عدك التمييز والتصدي والتدمير هاي ما موجودة عدنا طلعت الوفود وراحت للباكستان وراحت الكوريا وراحت الروسيا وراحت لفلان دولة على مد تجيبننا كل الوسائل اللي تحمي بيها اجوائك واللي السيطر بيها على اجوائك انت تذكر استاذ نجم واللي ويان استاذ حمزة هاي تعرفوا احنا قبل يعني اذا خرقت طيارة كيلو متر واحد تطيها اندار تطيها اندار اذا ما تخذر الاجوال العراقية نضربها وصارت عدنا زين هسا انت عندك هنا هم هم واحد خاف يضرب امثال هم مو لطيفة لكنه لكن انت سألت تستفزني تقول لي اش راح نسوي شنسوي 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 احنا حتى طائراتنا للعلم حتى ازمة روسيا اثرت على الطائرات السنتيمال اثناء وادواتها الاحتياطية زين روسيا ملتها ويا 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 هذه ويا اوكرانيا هذا شغل يراد ناس حريصين من صدق من صدق ناس تأدي واجباتها وقعد باجتماع مسوزراء واروح للبرلمان اقول لخصص لمبالغ ده اروح اجيب السلثمية اروح اجيب يعني مهي يا استاذ سرمهد الغاية من الاستضافة لك ولغيرك وطبيعة السؤال انا لا اقصد الاستفزاز اقصد ان تصل اصواتكم كمختصين للذين غابت عنهم هذه الافكار والله يشهد على ما اقول ما يسمعون ما يسمعون استاذ نجم ابو سجاد ما يسمعون ما يسمعون ابو سجاد ابو ناس اكو ناس ما تريد تسمع اكو ناس باوع اكو ناس من تريد تستورد فد شي فد سلاح يقمزو لك هذا الطيف يقول لا هذا اللي اخي يخاف يقول خاف يقصفوني بي هاي هيش ما تنبني الدولة ما تنبني الدولة نشهد الله على اننا قلنا هذا اللي نقول بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر